أكتر حاجتين بيحددوا مصار الأشعة جوه العين هو القرانية وهو الجزء الخاري من العين عشان الناس كتير مش فهمة عن أي قرانية 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيكون مبسوطين ما بيبسوش نظارة الفم توق لها بدور كبير جداً في رفع نسب الأمام في عملية تصريح الإبصار والحصول على نتاج رائعة أبيض أس 2 ما يجي العين ولك أنا جي أعمل ليزك معلش أنت جي تقلع النضارة تسيبي أن أختار لك لنسبك إيه الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دولياً سبعة عشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية أهلاً بكم واحدة من أهم حواراتنا على الإطلاق والأسبوع حوار العيون النهاردة كمان موضوع مهم جفاف العين جفاف العين يا جماعة مشكلة يعني اللي عندهم جفاف العين على فكرة مشكلة مزعجة جداً فيه حاجتين عايزة نبه ليه استخدام مستحضرات التجميل من الحاجات اللي تولام في موضوع جفاف العين فيه ناس يعني حاجات التجميل المساحيخ التجميل بيتحطها بيحطها بجنان يعني بتهور حاجة تانية العدسات اللاصقة هنتكلم أكيد النهاردة لكن برضو العدسات اللاصقة موجودة في الأسباب كده وهنفهم ليه حكاية عدسات اللاصقة لي وحاجة بالمرة كمان المكيفات مكيفات الهوى التكيفات يعني في العربية بالذات فيه ناس بتشغلها بطريقة أعتقد خطيئة برضو من الحاجات اللي بتلاحظ أنها بتعمل جفاف العين ناس كتير قوي عندها جفاف عين ناس كتير قوي بتعاني من هذا الكلام ولذلك الموضوع النهاردة مهم جدا جدا وطبعا ضيف مهم جدا ضيف العزيز الصديق والمبدع الرائع طبعا اللي بعتز جدا بموجوده معنا وأكيد كل القاهرة والناس بتعتز به ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستوى الدكتور وحمد عسف أهلا بك أهلا وسهلا أهلا اخترت انت موضوع مهم قوي والحياة منتشر قوي بس الأول فهمك ايه هو جفاف العين بصوا حك جفاف العين هو أشهر عيوة نده أقول له مرض كمان مش عرض أشهر مرض في العالم وأكتر مرض مش بيتعالج بطريقة صحيحة يعني شوفوا حكي متشر جدا تقريبا عندما أعظم الناس عندنا احنا نكلم على مصر مسلا على سبيل المثال قدر أقول لك بنسبة تقريبيا كده بنسبة 80-90% من الشعب المصري بيعاني من جفاف العين وما بيتعلجوش من جفاف العين يعني هو بيعاني من أعراض جفاف العين هو بياخدش العلاج بتاعه بصورة كافية فهو أكتر مرض على مستوى العلم انتشارا وأكتر مرض في نفس الوقت من يقدر أقول لأقل يعني اهتماما أو أو علاج يعني ما بياخدش العلاج الكافي ايه هو التعريف؟ التعريف هو هو في أنواع كتير من جفاف العين بس هو تعريف إن هو إفراز الدموع بيكون متناقص ده بيعمل التهابات على سطح العين يعني هو في الآخر بيعمل التهابات عشان كده كان فيه صورة لسه فيديو شوية ظاهر من شوية بيبين العين تبقى حمرة وده نتيجة التهابات على سطح العين اللي هي القرانية والملتحمة الأجزاء اللي سطح العين تلتهب نتيجة إن إفراز الدموع يكون إما قليل ده نوع إما الدموع بتتبخر بسرعة وده الأشهر معظم الناس عندهم الدموع بتتبخر بسرعة والدموع دي حاجة مهمة جدا للعين وسلامة العين وسلامة أنسجة العين خاصة السطحية فاللي بيحصل إن هو بيبقى التهابات مزمنة علشان الدموع مش موجودة وبالتالي بتعمل مشاكل كتير أنا العط من كلامك إن هو مرض مش عرض بس عايزين نأكد عن المرض هو مرض هو باختصار شديد إن حيك هنقدر ناخد الحل أو المثال اللي هو الأشهر اللي هو إن الدموع بتتبخر بسرعة إما الدموع بتتبخر بسرعة بيبقى فيه احتكاك ما بين أنسجة العين والجفن وده بيخلي يحصل التهابات مزمنة دي رقم واحد رقم اتنين اكتشف كمان إن عندنا فيه خلايا دهنية موجودة فيه حرف الجفن دي خلايا دهنية بتفرز مادة دهنية بتحافظ على طبقة الدموع إنت عندك لو عندك مية لو سبتها شوية مية فيه طبق بعد يوم أو يومين المية دي هتتبخر لو عايز تحافظ على المية دي فترة أطول هتحط عليها طبقة زيت الزيت هيدفع على سطح المية وهيمنع على المية تطبخ اللي بيحصل بقى دلوقتي إن عندنا خلايا دهنية موجودة في الجفن الخلايا الدهنية دي بتفرز مادة دهنية وبتحافظ على سلامة الدموع الجزء ده ما بيتغسلش أكتر حتة في جسم الإنسان ما بيوصلهاش مية وصابون هو الجزء بتاع جفن العين نفسه يحصل بعد كده ميكروبات تتكسر دي ميكروبات موجودة في جسمنا الطبيعي تتكسر تطلع مواد كيموية تعمل التهابات في الخلايا دي تقلل إفراز الدموع يعني والتالي هيبقى مفيش إفراز دموع وفي نفس الوقت الخلايا الدهنية دي مهمة جدا عشان بتحافظ على الدموع على سطح العين ما بتفرزش المادة الدهنية فيتبخر الدموع بسرعة من العين وحاجة كمان أخيرة إن ده بيساعد على التهابات متكررة كمان ميكروبية يعني هو التهاب لأول نتيجة إفراز الدموع بيكون قليل يخلي البكتيريا العادية اللي هي السليمة اللي هي بتعيش في جسمنا العادي تتكسر أكتر هتتوالد أكتر هتفرز مادة كيموية تخلي نوع من أنواع العتة اسمها ميتس تتكسر على سطح الجفن وطلع مادة سم تعمل التهابات في الجفن تعمل التهابات في الجفن والتهابات في الخلايا الدهنية اللي بتحافظ على طبقة الدموع فنخش في حلقة مفرغة يعني ابتدت بالتهابات صغيرة هتعمل التهابات في الخلايا الدهنية اللي بتحافظ على الدموع يقل إفراز الدموع تتكسر البكتيريا أكتر تأثر على الخلايا الدهنية أكتر تأثر على إفراز الدموع أكتر والتهابات تزيد وهكذا فيشا السيركل أو حلقة مفرغة ملهاش نهاية المريض يقعد يعاني طول النهار من الانتهابات متكررة في العين تتشخص مرة نهاية جفاف تتشخص مرة تانية نهاية حساسية تتشخص مرة تالتة بأي مرة تاني بس المريض يقعد متعذب في النص ومش عارف الحل يقاعد في تداخل بين الأنواع والأسباب ولذلك هو سؤالي عن الأنواع والأسباب ولو أنك خوفتين هو أنوعين ما يتبعي الته بفعلا بيحصل الكلام ده في بعض الناس بيبعندهم مشاكل كتيرة جدا مشوفها على الجفن على الجهاز أو فرص الدموع موجود بس بيتلخر بسرعة لكن في الحالتين الدموع مش موجودة بصورة كافية على سطح العين عشان تغزي القرانية وعشان الدموع كمان نفسها دي فيها مضادات حيوية ودي خط الدفاع الأول للعين ضد أي مؤسرات خارجية ده النوعين الأسباب أسباب كتيرة جدا أسباب من أولها أكتر حاجة بتساعد على تبخر الدموع بصفة مستمرة في العين إيه حياة المدنية بتاعتنا إحنا طول النهار احتياجاتنا البصرية عالية قوي إحنا مسكين الموبايل بنخلص الموبايل بنقعد على الكمبيوتر بنخلص الشغل على الكمبيوتر بنرجع نمسك الموبايل تاني نقعد في التكيف الهواء اللي جاي من التكيف زي ما حاجة ذكرت بهواء جاف حتى لو هو هوا ساعة هواء جاف بيبخر الدموع بسرعة بنخلص الموبايل بنخلص الكمبيوتر نرجع على البيت نعايزين نتفرج على التلفزيون قبل ما ننام كل ده بيخليك انت قاعد طول النهار عمالة برق بعينيك فمعدل البربشة المفروض ان انا يحصل حركة الجفن على العين تتم بمعدل معين كوندية بيقل قوي ان انا عايز اركز على الشاشة اللي قدامي فما بركز على الشاشة قدامي بساعد ان الدموع دي تتبخر اكتر ويحصل الالتهابات بعد كده وده نوع من انواع الجفاف العين والتدخين طبعا وادوية كتيرة جدا ادوية الحاسسية بالمناسبة الانتيهستامين مضادات الهستامين بتساعد على الجفاف العين ادوية اللي ضد الاكتئاب بتساعد على الجفاف العين سعاد تغيرات الهرمونية بالذات في السطات بيحصل لها برضو الجفاف العين الحياة المدنية كلها زي ما قلت لحضرتك بتساعد على الجفاف العين التغيرات اللي في الجو تعمل جفاف العين كل ده احنا عايشين فيه انا شايف ان احنا من الشعوب يعني اللي بتتم accidentة في لبس العتسات الاسقة بطريقة هستيرية يعني أنا ما شفتش في أي حتة في العالم الناس عندها التهور في لبس العدسات اللصقة زي اللي موجود في مصر هو سوء استخدام أو أبيوز العدسات اللصقة طبعاً بأكد هي مش بديل للنضارة هي مساعد للنضارة وبنعتبرها زي الميكب أو زي الميكاج ممكن تستخدمها في وقت زي منأسبة فرح يدمل قد ممكن نروح للشغل مرة لابسها العدسات اللصقة مفيش مشكلة لكن مش تبقى عادة يومية لبسها باستمرار مشكلة العدسات اللصقة أنه لازم يبقى فيها نسبة معينة من الرطوبة لها water content معينة هذه النسبة بتشارك العين يعني العدسة اللصقة بتشارك العين في الدموع يعني بتنتص الدموع كمان من سطح القرانية علشان تحافظ على العدسة تكون رباً العدسة دي لما بتكون صلبة نشفة شوية المريض هيحس أنها بتحجر في عينيه وبيحس أنه مش مستريح به فلازم تكون soft لازم يكون طريع وعشان تبقى طريع لازم يكون فيها نسبة معينة من المياه هتجيب منين المياه العدسة اللصقة؟ هتجيبها من سطح القين فبالتالي الشخص اللي عنده جفاف في القين هيعاني جداً من العدسات اللصقة هيحس أن العدسات اللصقة مش مرايحها حالص الحاجة التانية أن العدسات اللصقة في حد ذاتها بتساعد على وجود جفاف القين يعني الاتنين بيكملوا بعد هي بتعمل جفاف القين العدسات اللصقة بتعمل جفاف القين وفي نفس الوقت المريض اللي عنده جفاف القين ما بيستحملش كمان العدسات اللصقة بيعاني منها وده بيساعد كمان على تكوين قرح في القرنية ويعمل مشاكل ضخمة جدا فيه ناس اكتر عرضة للجفاف اكتر عرضة ليه ليه الجفاف اللي هم اللي بيسهروا كتير اللي هم اللي عاديين فترات طويلة قدام الكمبيوتر اللي هم بيخلي التكييفات في وشه مباشرة اللي هم ما بيستخدموش عطلات مرتبة باستمرار اللي هم بيستخدموا ادوية معينة لا بديلة عنها فيها ادوية معينة ما قدرش ان انا وقفها فلازم يبقى فاهم ان هو من اعراض الجانبية لهذه الادوية يبقى فيه جفاف في العين وهيطر يستخدم اطلات مرتبة وجل يستخدموا على سطح العين باستمرار لازم يبقى فاهم النقطة دي كويس قوي الحساسية بيبقى شكلها في الاعراض شويت برضو دموع وحمرار كيف زي نميز بالي الحساسية اكتر عرض لها يعني للحساسية هو الاكلان يحس يعني بتاكله الجفاف اكتر عرض هو حرقان وحمرار في العين واحساس ان فيه جسم غريب في العين الناس كتير بتحس ان فيه زي ما يكون حصوة او رمش في العين ده العرض الاساسي بتاع الجفاف في العين لكن في بعض الاوات بتتداخل الاعراض مع بعض يعني مريض جفاف في العين اوقات كتير بيشتكي ان يعني بتاكله برضو بيشتكي كمان ان يعني بتدمع زيادة ودي غريب ان يجي مريض نقوله انت عندك جفاف في العين ويقولك ازاي ده انا عناية بتدمع كتير ازاي انا عندي جفاف في العين ولك لا انت افراز الدموع عندك بيتهيج اللي هنسجب تتهيج فبتفرز دموع كتير في وقت معينة فده اللي بيخلي عنك تدمع كتير لكن انت على مدار اليوم افراز الدموع عندك قليل او بيتبخر بسرعة فالعرض الاساسي لجفاف في العين بيبقى حرقان او احساس بجسم غريب في العين مع وجود احمرار مستمر بالعين العرض الاساسي ليه الحساسية بتبقى كلان في العين وغالبا دي بتبقى عرض موسمية بتيجي ايضا اكتر مع تغيير الفصول خاصة في الربيع او تعرض لمادة كيموية معينة او ميكاوب بصورة معينة الناس حاسة انها مستخفة من موضوع الجفاف لذلك سؤال القدم عن المضاعفات هو مفيش مضاعفات بمعنى مضاعفات لكن هو كل اللي هيحصل ان هيبقى فيه الاتهابات متكررة مزعجة ضيف تقيل قاعد معاك باستمرار مش عارفة تخلص منه وفي نفس الوقت لما يكون الدموع اللي فيها مضادات حيوية وفي نفس الوقت فيها مغزيات للقرانية مش موجودة فانت عرضة القرانية بتاعتك عرضة لانت تهاجم بميكروبات من الجو فالمريض اللي عنده جفاف في العين بيبقى عنده دايما الاتهابات متكررة من الجفاف بتاع العين وفي نفس الوقت الاتهابات ميكروبية علشان خط الدفاع الاساسي بتاعه ما بقاش موجود كيفية التشخيص؟ حاجات كتير بنشخص بيها وهي اللي خلانا أتكلم على الجفاف العين اليومين دول ان التطور التشخيص بقى رهيب دلوقتي بقى عندنا أجهزة بتقيس طبقة الدموع بتقيس كمان الدموع فيها ايه بالزبط ايه اللي ناقص فيها لان الدموع دي مش مجرب مياه بس ان الدموع دي عبارة عن مياه وفيها طبقة زيت فيها بروتينات فيها أحماض فيها مضادات حيوية وفيها كمان أملاح التركيبة دي لازم تكون متوازنة لو التركيبة دي اختلت فممكن يبقى المريض عنده جفاف العين حتى لو طبقة المية أو الدموع نفسها كافية فعندنا أجهزة دلوقتي بتقيس طبقة الدموع دي وتقول لك كلكم مكون فيها عبارة عن ايه وإيه اللي ناقص وإيه اللي مش ناقص وفي نفس الوقت بتديدينا أرقام ما بقيتش بقى حاجة يعني ده المريض عنده جفاف لا ده ما عندهوش لا ده عنده جفاف من الدرجة الفلانية علشان عنده كذا مش موجود حصل تطور كبير جدا وكمان حصل تطور فيه العلاج بتاع الجفاف العين الجفاف العين علاجه أو طور علاجه يعني خدت زي ما بيقوله زمن طويل فأنا عايز حضرتك تحكي لنا كده التطور اللي حصل هو العلاج التقليدي اللي هو يستخدم قطرات مرتبة الأسف أن أثبتت أن الموضوع ده مش ناجح قوي مع ناس كثير إن هو يستخدم قطرات مرتبة والأسف ده لا بديل عنه هو المريض بيبقى يعمل دايق طول النهار حتى ساعات في بعض المرضى بيغسله الشهم بماء يقولك وانا بتوضى كده بدخل ماء جوا عناية هي ده حل مؤقت ولطيف لكن الأطرات المرتبة هي الأساسي لكن برضو أوقات كتير المريض ما بيستحملش إن يستخدم قطرات كتيرة جدا وغالية على فكرة الأطرات المرتبة مش رقيصة الأطرات المرتبة من شروطها إن يلازم بيكون مفواش مواد حفظة ساعات الأطرات المرتبة فيها مادة حفظة بتعمل جفاف لين المادة الحفظة اللي موجودة في الأطرات المرتبة عشان تعالج جفاف لين هي كمان بتعمل جفاف لين وبتعمل حساسية إن فيها مادة عشان تحفظ المادة الفعالة فيها مادة تانية حفظة دي عند بعض الناس بتعمل لهم حساسية فبالتالي ساعات المريض بيبقاش مستريح بالأطرات المرتبة ويقعد يجرب أطرات كتيرة موجودة في السوق ويتسع فروس كتيرة جداً الأطرات بتبقى قدد كده وتغالية تماناً بيعادل 100 جنيه فطبعاً بيبقى متدائي جداً لكن أنا بأكد هو لازم برضو يستخدم أطرات مرتبة لكن التعدد ده يعني إيه الفريكونسي بدل ما يستخدمها 10 مرات في اليوم إحنا ممكن نساعده يستخدمها مرتين أو 3 بس في اليوم الفكرة باختصار شديد دلوقتي حصل تطور إن هو لقيوا إن الأساساً المنطقة دي بتاعة الجفون المنطقة الصغيرة اللي عند الرموش نفسيها دي الجزء الوحيد من جسم الإنسان اللي ما بيتغسلش أنا بخسل وشي بغمض عينية لو بحط أطرات بحطها في عينية لكن ما بيتعديش على الجفن الجفن ده فيه خلايا دهنية وفيه بكتيريا البكتيريا دي يعني ما بعرفش أغسلها بعض الناس نصحوا إنه يغسلوا جفنهم بشامبو بيبي جونسون بتاع الأطفال أنا ما عندناش أي دعاية هنا بس الشامبو الأطفال العادي جداً ورده ده مش علاج مؤثر 100% علاج مؤثر نقدر قوة بنسبة 50% العلاج الأساسي دلوقتي إنه لازم أنظف الطبقة دي كويس قوي لازم أعمل جلس التنظيف للطبقة اللي هي عند جدر الرموش عند الجفون نفسيها هو ده العلاج اللي ظهر جديداً إنه هو عندنا آلات صغيرة مخصوصة للعين هي تشبه لحد ما زي فرش الأسنان بس هي علاج ده بيغسل كل البكتيريا وكل المواد الكيموية اللي اتكونت على مدار السنين عشان يهدي فرصة للخلايا الدهنية وخلايا الدموها تفرس تاني من أول وجديد من غير مشاكل عاملين الحاجات دي كأنها بنايات عشوائية عليش نشوف الفيديو ده تاني ده جميل قوي نعيد كأنك بالضبط منطقة أرضك دهوت وحصل عليها بنايات عشوائية وحصل عليها غالب زبالة حصل عليها مشاكل حاجات كتير جداً وجيت جرار وراح غسل لك كل الكلام ده علشان يدي فرصة دي ده الأرض تنبت تاني وتلزرع وتضلع ده على الجفن نفسه على الجفن نفسه فبقيا عندنا بنعمل جلسات دلوقتي إنه ننظف الجفن ده طبعاً فيه آلات كتير أو جهزة كتير بتساعدنا إنه ننظف الجفن باكس هو كلها بتشترك أو اتفق عليه إنه المنطقة دي مهمة جداً ليجي علاج جفاف العين وإحنا لازم ننظف الجفن كويس قوي كان بعض الناس بيستخدموا كريمات معينة أو أطراب معينة لأ أنا بقنا نخسلها ميكانيكا ليه بالفرشة دي ده جلسة بتتعمل في العيادة بالمناسبة مش محتاجة عملية ولا حاجة والمريض بيبقى واخد بس أطراب عينيه وبتتعمل ما بتعمل ما بيحسش بحاجة خالص يمكن يحس إن في حاجة بتزغزغه بس كده هو لكن هي بتاخد لها حوالي 8 دقيقة في العينتين يعني دقيقتين في كل جفن لو إحنا بنعالج الأربعة جفون بيحس المريض بيتحسن في ساعتها معظم الوقت بيحس التحسن في ساعتها على طول يحس إن يعنيه بقت أريح شوية صغيرين إن إفراز دموع بيتم على طول مباشرة من غير ما طبقة البلاك أو الطبقة اللي هي المواد اللي كانت بتكونت على مدار السنين قفلة الخلايا الدهنية ومؤثرها كمان على تشاط الخلايا الدهنية زي بالظبط إحنا بنقول في الأسنان إنت ساعت فيه طبقة جير بتتكون على الأسنان ولازم تغسلها أول بأول كل شوية ولازم تروح لدكتور الأسنان علشان إن ننضف لك طبقة الجير إحنا عندنا الطبقة دي مشابهة لطبقة الجير بتتكون على حرف الجفت وبتقفل كمان من الخلايا الدهنية ما بتطلعش الإفرازات بتاعتها اللي بتحافظ على الدموع فإحنا بننضفها ميكانيكة اللي بطريقة ميكانيكية مش عن طريق قطرة اللي قطرة مش هتعمل حاجة خالص ولا عن طريق حك الإيد في الجفت ولا عن طريق شامبو الأطفال لازم فرشة تعدي على الجفن بهذا الشكل عشان تنضف هذه المنطقة من جسم الإنسان اللي ما بتصلهاش أساساً مية أو مصلهاش سبون بصورة كافية وبتتعامل الموضوع ده بصورة دورية يعني مش وانس وخلاص مش مرة واحدة وخلاص لا المفروض بيتعامل مرة كل ثلاث شهور بس كم سؤال بقى على البروسيدر دوتا الفرشة اللي بتستخدم دي بتعقم طبعاً ولا كله تسببه مرة عريض مرة وتترمي على طول وهي غالي للأسف يعني بس في حدود الفرشة وفي نفس الواب معها فوم كمان مخصوص وما الفرشة الواحدية مش هتبقى كافية لازم يبقى فيه فوم مخصوصة علشان كمان يغسل المنطقة دي كويس قوي يعني انت فرشة بتغسل وفي زي ما كانت مثلاً نشبهها بالعربية اللي تخش مثلاً محطة البنزين فيه فرشة وفيه صبون نفس الكلام عندنا فوم مع الفرشة دي ده بيستخدم مرة ويترمي على طول ويترمي على طول برضو حتة غلوة دي يعني في حدود الإنسان برضو المتواصل اه لا لا مش حاجة بس المشكلة دي حاجة مخصوصة للعينين واخدين فيها براءة اختراع فبالتالي فيها بيتنسي او فيها يعني حقوق ملكية لكن هي لا مش مش ده جالسة ما بتقلش يعني مش هتبقى مكلفة زي جالسة تنظيف الأسنان في اه حاجة مش بس تامن في العيادة مش قضة كل قد ايه تقريباً؟ تلات شهور من تلات لستة شهور يعني في بعض الناس بقولهم ستة شهور انه هو يعني الموضوع عندهم مش عنيف قوي وفي بعض الناس عندهم الجفاف جامد قوي او الحياة المدنية بتاعتهم بتتطلب اه كده هو تصهر كتير وبيتعرض لحرارة كتير فبنقولهم تعالوا كل تلات شهور نعملوا كل موضوع ده في ايه؟ في وقاية تعتبر من جفاف العين يعني مثلاً ممكن نبدأ الموضوع من قبل ما يحصل لا لأسف مفيش وقاية بمعنى وقاية 100% انه هو حاجة دي دي بكتيريا طبيعية ما نقداش ان احنا نلغيها خلص بكتيريا عايشة على الجلد بتاعنا موجودة على الجفون وما اقداش اموتها هي بكتيريا مفيدة بس لما ما بتتغسلش بتتكاثر بطريقة مش طبيعية بتطلع المواد السامة اللي بتعمل الالتهابات وبتقفل الخلايا الدهنية فما فيش وقاية بمعنى وقاية 100% الا ان انا ممكن اعمل دوري الواجب بتاعي ان انا ابطل صهر ان انا موجودش على الكمبيوتر فترات طويلة لو وعد الكمبيوتر فترة طويلة فلازم كل ساعة اقوم من مكاني اعمل اي حاجة وارجع تاني ادي فرصة ان اعناية تاخد راحتها شوية صغيرين ابربش بعناية كتير ما نساش ابربش بعناية كتير استخدم قطرات مرتبة من حين لاخر حتى لو من غير سبب يعني مش شرط ان انا حس بحرقين وحط القطرة لأ انا ممكن احط القطرة اكيني بشرب مية وانا مش عطشان مش هتضريني في حاجة خالص ونظم الحقيقة في بعض الناس كتير بنشوفهم يقولك انا بنام كويس انا بنام الساعة 6 الصبح وبصحة الساعة 6 بالليل اصلا انا نايم كويس لأ تنام بالليل غير ما تنام النهار فلازم تزبط الدورة لساعة البيولوجية بتاعتك وتنام بالليل وتسحب النهار هيبقى احسن بالنسبة ليه جفاف العين كمان عندك لو احنا قلنا في الغراف اللي عندهم جفاف العين اللي عندهم اعراض معينة وهذا الغراف محذر ومنزر اللي عندهم جفاف العين لازم يتابع لازم يروح يزور دكتور العيون وما يقشي من العلاج العلاج بيبقى مزمن بياخد فترات طويلة انا بشبه جفاف العين زي مرض الضغط او السكر لازم تاخد علاج لفترة طويلة قد تمتد الى مدى الحياة فاحنا بنقول فيه اطراف مرتبة هتعملها هتستخدمها من حينا لاخر الميزة ان احنا ما عندناش مواعيد سابتة مش زي مثلا حقام الانسولين او مش زي ادوية الضغط مش محتاج انت تاخدها فيه مواعيد سابتة خدها في اي وقت ما تحس بحرقينة وشكشكها في العين حط الاطرات دي واعمل جلسات دورية لتنظيف جفن العين من حينا لاخر والتعليمات العادية احنا بقولها ما تتعرضش لحرارة عالية او لو فيه حرارة عالية بحكم الشغل استخدم اطرات مرتبة معاها لو الكمبيوتر خلي مسافة حوالي خمسين ستين سنطي بينك وبدو الكمبيوتر ولازم تقوم من مكانك كل شوية ترجعتين دي الاساسية نزل السؤال القبل ما مشي الناس اللي بتلبس عالي سنسقة باستمرار يعني مرضو لازم تبعتلو بتلبسارة هو ده بنعتبره مش صح وعشان كده ما جبناش سرته المفروض ما اعملوش الكلام ده هو المفروض العدسة دي مش بديل للنظارة العدسة دي بيلبسها زي الميكاب او زي انا عايز اغير اعمل نيو لوك انا بلبس النظارة ده الطبيعي بتاعي عايز اغير النظارة والبس عدسة لسقة اوكي في عندي مناسبة انا مجال شغلي بيتطلب مني لبس عدسات لسقة اوكي ارجع البيت اقلع العدسات لسقة لكن اعب العدسات لسقة 24 ساعة وانام بيها واصح بيها هي دي المشكلة فارجوكو ما فيش داعي نحن نلبس العدسات لسقة باستمرار دي مشاكلها كتير قوي مش هنتكلم على القرح اللي كانت بتتكون مع العدسات الاسقة بس ابسطها ان اعراض جفاف العين هتزيد قوي بالنسبة لك وهتوقامش مستريح على طول انا مشكرك شكرا جزيلا على هزي الحلقة الرائعة وهزي المنطقة اللي اول مرة نتكلم على جفاف العين بالتفصيل ده والحياة معلومات كلها يعني منفرد بيها في العالم كله محدش شرح جفاف العين بالطريقة دي وبتفصيل ده مهم جدا احنا نستوعبه لان الموضوع مهم جدا طيف العزيزة الخيمة العلماء الكبير الاساس دكتور رحمة عساب صديقي وزميل العزيز نورتنا واسعتنا وكالعدع بتشرفنا الله يخليكم تشاكر جدا ومتشاكر على صدافتي في البرنامج كل سنة وانت طيبين كل سنة وانت طيب صحراب ودعي بانتبع الناسين الادواء دي ما فيهاش ادماني فاً ما فيهاش ادمان تماماً الادواء دي ليها طريقة انك زي تاخدها انت معالكتش السبب فحصل انه وبعد شوية الاستجابة ضعفت الحقن الموضعي واحد من اهم الحلول اللي ممكن نلجاله في حال ضعف الاستجابة على المنشط الجنس لو مريد عنده تلايوف بالغضيب تلايوف شديد الدعمات الهيدروليك برد وصعبة فيه فبالتالي بينواجه اكتر ناحية الدعمات المارنة اشتركوا في القناة